يعني عايزة عارف انت بعضكوا بداية كده عن العلمين اول ما وصلتوا شايفين ايه اللي اختلف في المدينة وانت بعضكوا كمان عن مهرجان العلمين في النسخة الاولى وازاي ممكن المهرجانات الغنائية دي تخدم وجهات سياحية جديدة زي العلمين هو انا كنت جئت العلمين السنة اللي فاتت كانت يعني مش حقولك ربع ده كانت يمكن واحد على عشرة من ده دلوقتي بقت مدينة مدينة قائمة طبعا بحرها الفضيع يعني فاحنا لا انا منبهر يعني بالعمار اللي حاصل واتمنى الناس اتكمل ده وتحافظ عليه يعني كويس هاني انت طبعا هاني الدقاء المغني الخاص بمصار اجباري يعني عايزة كمان اعرف قيمة الحفلة بالنسبة لكم النهاردة ايه وانا متأكرة ان انتم على مرة سنين اللي فاتت الحال في الساعتاشر سنة تقريبا كنتوا حارسين ان انتم توصلوا للناس حتى في كورونا كنتوا بتعملوا حفلات احكيلي كده عن الاجواء النهاردة وانا مفصول ان انا معاكم باكستيج وبتحضروا في كواليس الحفل بس فكرة ان احنا بنلعب حفلة في الساحل الشمالي دي بتفكرنا بأيام العجمي زمان لما كان عمر تو اصلا خماسي اسكندراني يعني اسكندراني فكان ده بيفكرنا جدا بعمر دياب لما كان بيجي يلعب في العجمي واسعداء ان استيج لزيز زي ده وان الناس تبقى موجودة وتسمعنا هنا في الساحل الشمالي وفي مكان سياحي ولزيز لا مبسطين جدا يعني اتمنى الحفلة تطلع حلوة ان شاء الله والحفلة اعتقد يعني يمكن سول داوت الناس كلاب تتكلم على الموضوع ده سيوم عايز اعرف رأيك اه احنا تعرف الناس بنفسك انا سيوم انا سيوم انا محمود سيوم الجيتارستعمصاري كبيري اه احنا الخبر بتاع سول ده 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 بسطنا جدا جدا بشراحة وجوصي حفلة الحفلة كمان يعني اي حفلة بتحضر له كويس على السكيل ده وعلى الحجم ده زي ما انشاف الستيج والمساحة كده كده بنبقى اكسايتد حفلة في الساحل الشمالي انا معهاني جدا عشان انا دفعته عجماوي قديم فان بنقولها كده يعني طبعا احنا خمسة اسكندرانية فحفلة في الساحل دي بالنسباننا كأنها حفلة اسكندرية فكده كده ليها طعم ولما بنيجي نشوف تحضيرات وحاجة بالمنظر ده يعني بنبقى ممتحمسين اكتر فان شاء الله حفلة حلوة والناس كلها تتبوصوا ده ده ان شاء الله منتظرين طبعا